من العلم إلى العمل في هذا القسم سأركز على كيفية ضمان بقاء الأطفال أينما كانوا وازدهارهم ووصولهم إلى إمكاناتهم النمائية الكاملة بشكل أفضل الرعاية في مرحلة التنشئة تكمن طريقة ضمان بقاء الأطفال وازدهارهم ووصولهم إلى إمكاناتهم التنموية الكاملة في ضمان حصولهم على الرعاية في مرحلة التنشئة هذه العبارة الرعاية في مرحلة التنشئة صاغها مؤلفو سلسلة لانسيت تقديم بتنمية الطفولة المبكرة من العلوم إلى رفع المستوى في عام 2016 تتمثل الرعاية في مرحلة التنشئة في مجموعة من الظروف التي توفر صحة الأطفال وتغذيتهم وسلامتهم وأمانهم وفرص التعلم المبكر وتقديم الرعاية المستجيبة تعني رعاية الأطفال الحفاظ على سلامتهم وصحتهم وتغذيتهم الجيدة والاهتمام والاستجابة لاحتياجاتهم واهتماماتهم وتشجيعهم على استكشاف بيئتهم والتفاعل مع مقدمي الرعاية وغيرهم الرعاية في مرحلة التنشئة ليست مهمة فقط لتعزيز نمو الأطفال الصغار بل هي أيضا تحميهم من أسوأ آثار الشدائد عن طريق خفض مستويات التوتر لديهم وتشجيع آليات التأقلم العاطفية والمعرفية في السنوات الأولى من الحياة يكون الأهل وأفراد الأسرة المقربون ومقدمون الرعاية هم الأقرب إلى الطفل الصغير وبالتالي هم أفضل مقدمي الرعاية في مرحلة التنشئة ولكن لكي يتوفر لمقدمي الرعاية الوقت والموارد لتقديم الرعاية في مرحلة التنشئة يجب أن تكون السياسات والخدمات والدعم المجتمعي في مكانها الصحيح نستخدم عبارة الرعاية في مرحلة التنشئة لتنمية الطفولة المبكرة للتوضيح أن الرعاية في مرحلة التنشئة هي ما نقوم به أي المدخلات وأن تنمية الطفولة المبكرة هي ما نسعى إلى تحقيقه أي النتيجة إطار عمل الرعاية في مرحلة التنشئة يبني إطار عمل الرعاية في مرحلة التنشئة إطار لمساعدة الأطفال على البقاء والنمو بهدف إحداث تحول في الصحة والإمكانات البشرية على أدلة من آخر المستجدات حول كيفية تطور نمو الطفل والتدخلات والسياسات الفعالة التي يمكن أن تحسن تنمية الطفولة المبكرة قام بتطوير هذا الإطار كلهم منظمة الصحة العالمية واليونسيف ومجموعة البنك الدولي بالتعاون مع الشراكة من أجل صحة الأم والمولود والطفل وشبكة العمل لتنمية الطفولة المبكرة وشركاء آخرين يوفر الإطار خريطة عمل لضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة وأهداف البقاء والازدهار والتحول الموجودة في الاستراتيجية العالمية بشأن صحة النساء والأطفال والمراهقين وفي حين جرى إطلاقه في جمعية الصحة العالمية الحادي والسبعين في عام 2018 يحدد الإطار ما يليه لماذا يجب أن تبدأ الجهود في السنوات المبكرة من الحمل إلى ثلاث سنوات؟ كيف تحمي الرعاية في مرحلة التنشئة من أسوأ تأثيرات الشدائد؟ ما يحتاجه مقدمون الرعاية من أجل توفير الرعاية في مرحلة التنشئة؟ يعتمد الإطار على مجالي عمل مترابطين يشمل الأول مكونات الرعاية في مرحلة التنشئة الصحة الجيدة والتغذية الكافية والسلامة والأمان وفرص التعلم المبكر وتقديم الرعاية المستجيبة لدى المكونات الخمسة جميعها نفس القدر من الأهمية ويتوقعها دماغ الطفل وجسمه ويحتاجها جميعا من أجل نمو وتطور صحيين مجال العمل الثاني يتعلق بالبيئات التمكينية وهو يدرك الدور الحاسم للأهل ولمقدمين الرعاية الأساسيين للآخرين في توفير الرعاية في مرحلة التنشئة ويبين أهمية المجتمعات والخدمات والسياسات لدعم أسر الأطفال الصغار السياسات التمكينية هناك حاجة إلى سياسات لخلق البيئات التمكينية للأسر لتوفير الرعاية هنا بعض الأمثلة عن سياسات ضرورية وهي تغطي قطاعات مختلفة بما في ذلك القطاع الصحي وهي بمجملها مهمة لتزويد الأهل ومقدمين الرعاية الآخرين بالوقت والموارد التي يحتاجون إليها لرعاية أطفالهم الصغار مقاربة متدرجة شاملة لتلبية حاجات كافة الأطفال يحتاج جميع الأطفال والعائلات بعض الدعم لكن البعض يحتاج كل الدعم الذي يمكنهم الحصول عليه لذلك تختلف شدة التدخلات ونطاقها كما هو موضح هنا عبر ثلاثة مستويات من الدعم أولاً في الجزء السفلي لدينا الدعم الأساسي والشامل بما في ذلك المعلومات والتأكيد والتشجيع والوقاية الأولية يجب توفير ذلك لجميع الأطفال ومقدمين الرعاية على مستوى الرعاية الصحية الأولية بما في ذلك المستوى المجتمعي يجب أن يكون مقدمون الرعاية في هذا المستوى من الرعاية قادرين على تحديد تلك العائلات التي قد تتطلب دعماً إضافياً وعلى تسهيل الإحالات الضرورية ثانياً يجب تقديم الدعم محدد الأهداف وهو الطبق الوسطى من هذا الرسم البياني للعائلات أو المجتمعات المحلية التي تزيد لديها مخاطر النتائج السيئة الناجمة عن عوامل مثل النزاعات وفيروس نقص المناع البشرية وحمل المراهقات والفقر ونقص التغذية تتطلب هذه العائلات دعماً أساسياً وشاملاً بالإضافة إلى اتصال إضافي بمقدمي الخدمات المدربين في مرافق أو في مجتمعاتها المحلية أو في المنزل من خلال الدعم الموجه قد تتطلب هذه العائلات أيضاً موارد إضافية مثل المنافع المالية ثالثاً الطبق العليا الدعم المعرب عنه مخصص للعائلات أو الأطفال الذين لديهم احتياجات إضافية وخدمات فردية قائمة على الاحتياجات قد يكون هؤلاء الأطفال صغاراً بدون مقدمي رعاية أو في منازل يسودها العنف أو مع أمهات مكتئبات أو أطفالاً يعانون من صعوبات في النمو أو إعاقات مرة أخرى يجب أن يتلقوا دعماً إضافياً وشاملاً بالإضافة إلى الدعم المعرب عنه التدخلات القائمة لدعم الرعاية في مرحلة التنشئة هناك تدخلات عديدة قائمة حالياً في مجال الصحة والتغذية تعتبر ضرورية للرعاية في مرحلة التنشئة ويجب تنفيذها بجودة وتغطية عالية هناك أيضاً حاجة للاستثمار في الأمان والسلامة وهذا يعني تنفيذ تدخلات مثل تسجيل الولادات، الصرف الصحي والمياه الآمنة والنظافة الشخصية ثم هناك تدخلات لتقديم الرعاية المستجيبة والتعلم المبكر بعضها مألوف مثل الاتصال عبر تلامس الجلد بعد الولادة ورعاية الكنغر للمواليد الخدج وناقصي الوزن وقد يحتاج البعض الآخر إلى تنمية قدرات مقدمي الرعاية مثل دعم تقديم الرعاية المستجيبة واللعب والتواصل لدينا هنا مثال من دليل الممارسات بشأن تعزيز الرعاية في مرحلة التنشئة في خدمات الصحة والتغذية وهو مورد قادم يظهر المثال كيف يمكننا الاستفادة من نقطة دخول موجودة وهي في هذه الحالة زيارات ما قبل الولادة لجعلها أكثر رعاية على سبيل المثال لإلاء الاهتمام للرعاية المستجيبة يمكننا طرح أسئلة على مقدم الرعاية مثل هل يتحرك طفلكم وهل يركل؟ كيف تردون؟ لإلاء الاهتمام للتعلم المبكر يمكننا شرح أهمية التحدث إلى الطفل كي قبل الولادة ومساعدة مقدمين الرعاية على القيام بذلك من أجل السلامة والأمان يمكننا مناقشة الخطوات التي يتخذها مقدموء الرعاية لتجهيز المنزل لوصول الطفل ولأننا نعلم أن الأهل ومقدمين الرعاية لا يمكنهم تقديم الرعاية في مرحلة التنشئة لأطفالهم إلا إذا كانوا بصحة جيدة جسدياً وعقلياً يمكننا أيضاً استكشاف ما يفعله مقدموء الرعاية للعناية بصحتهم المعينات هناك رزمات عديدة موجودة يمكن دمجها في الخدمات أو المنصات الروتينية يوجه منهم على اليسار الانتباه إلى فرص التعلم المبكر وتقديم الرعاية سريعة الاستجابة وهما المكوينان للرعاية في مرحلة التنشئة الذان يحضيان تقليدياً باحتفام أقل لا سيما في الخدمات التي تستهدف الأطفال من سن ثلاث سنوات فما دون يولي منهم على اليمين الأهمية لرفاه مقدمي الرعاية في حين جرى تصميم كل منها مع الأخذ بالاعتبار خدمة أو قطاع أو منصة معينة إلا أن العديد منها جرى تكيفها ويمكن تعديلها للاستخدام في منصات أخرى مثل الزيارات المنزلية من قبل الأخصائيين الاجتماعيين وبرامج الوالدية الجماعية والدورات التدريبية لمربي الطفولة المبكرة يجري تشجيع البلدان والمنظمات على تكيف هذه الموارد لاستخدامها في الخدمات أو البرامج القائمة الإجراءات الاستراتيجية الخمسة تحدثت سابقاً عن أهمية خلق بيئات مواتية للرعاية في مرحلة التنشئة هذا يعني أننا بحاجة إلى اتخاذ إجراءات على مستويات مختلفة يقترح إطار العمل للرعاية في مرحلة التنشئة خمسة إجراءات استراتيجية لدعم تفعيله لكل منها تحتاج الحكومات إلى قيادة أنشطة هامة وتنسيقها وضع الرعاية في مرحلة التنشئة لتنمية الطفولة المبكرة قيد التنفيذ يعتمد الإجراء الأول القيادة والاستثمار على استراتيجية مشتركة تقودها الحكومة وتكون منسقة بشكل وثيق بين مختلف القطاعات والمستويات الحكومية لمعائمة السياسات والتخطيط والتمويل يعد إنشاء آليات التنسيق هذه أمرا مهما للبدء الأسر والمجتمعات المحلية هي المفتاح لتحقيق الرعاية في مرحلة التنشئة وخلق بيئة تمكينية إيجابية وهي مهمة أيضا للمسائلة ستؤدي استراتيجية الاتصال القوية والمقاربات التشاركية إلى زيادة مشاركة المجتمع إن التغطية وجودة الخدمات مطلوبتان لضمان حصول جميع العائلات والأطفال على الرعاية في مرحلة التنشئة مع التأكيد على الحاجة إلى تعزيز النظم وضمان قوة عاملة مدربة جيدا وذات قدرات تحتاج الخدمات الحالية إلى التعزيز وخلق الفرص لإضافة خدمات وتدخلات إضافية دون التأثير على الجودة القياس والمسائلة ضروريان للتنفيذ الفعال للسياسات لكن الرصد يجب أن يحدث على مستويات مختلفة على المستوى الفردي لرصد تطور فراد الأطفال وعلى مستوى البرنامج وكذلك على مستوى السكان تساعد الشراكات مع الباحثين والعلماء على تطوير الأدلة المحلية وإثراء الحلول المحلية يمكنكم معرفة المزيد حول كيفية تحقيق تقدم في كل من هذه الاستراتيجية في دليل الرعاية في مرحلة التنشئة البناء على ما هو موجود إن وضع الرعاية في مرحلة التنشئة قيدة تنفيذ لا يعني البدء من البداية بل البناء على ما هو موجود بالفعل نسعى لنتذكر ونعزز ونضيف التذكر يشير إلى تحديد وتذكر ورسم خرائط شاملة لما تم بالفعل في جميع القطاعات والمستويات ذات الصلة التعزيز يسير إلى تحديد الفرص لتعزيز التغطية أو جودة الخدمات أو التعاون والتنسيق عبر القطاعات وأخيرا الإضافة تشير إلى إضافة إجراءات وتدخلات لضمان تناول جميع مكونات الرعاية في مرحلة التنشئة والوصول إلى جميع الأسر والأطفال إن ضمان حصول جميع الأطفال في كل مكان على الرعاية في مرحلة التنشئة يستوجد مقاربة تشمل المجتمع بأسره والحكومة بأكملها لدعم العائلات لدى كافة القطاعات وأصحاب المصلحة دورا يلعبونه لا يوجد قطاع واحد يمكنه القيام بذلك بمفرده ولكن إذا عملنا معا يمكننا التأكد من أن كل طفل يجني المنافع شكرا لإصغائكم